إزاي قدرت أتعبر عن هذا كم من المشاعر اللي موجودة في الرواية ما بين الجمود، ما بين الحنين، ما بين العلاقات اللي موجودة ما بين المعنى وعكسه يعني الخوف من الموت وفكرة الحنين إلا الماضي يعني إزاي قدرت أتعبر عن ده؟ يعني عادةً الرواقي هو بيتعامل مع البشر طول وقت وعنده قدرة على التقاط مشاعر بين أدمين أكتر من الأشخاص التانية يضاف ليها بقى أن أنا عندي خبرة في كتابة الدراما فده كمان بيخليني أقدر أتقمس الشخصية يعني فيه ناس كتير كانت مستغربة أنه الرواية على لسان شخص عنده مئة سنة فإزاي أن أنا أكتب عن شخص مئة سنة وأقدم الإقاع بتاع حياته كشخص حركته بقت بطيئة اللغة عنده أبطأ يعني دي كانت حاجة فيها تحدي كبير بس في الآخر ده عمل الرواي يعني أنه هو بيشتغل على شخصياته وبالتالي لازم يكون فهمها كويس وقادر أنه يعبر عنها كويس خلينا نتعرف على الشخصيات أكتر الأم يعني كان فيه كذا شخصية هو كان علاقته اللي عملاله أزمة أكتر هي علاقته بالأب والأم هو كان عنده مشكلة مع الأب لأن الأم ماتت في سن مبكر وكان هو بسبب ما يظل أنه هو قصوى عند الأب كان متخيل أنه الأب ليه دخل في موتها يعني مش أنه قتلها يعني لكن أنه القصوى أماتتها لكن هو المشكلة أنه هو ما يتذكره من الماضي هو نفسه ما كانش متأكد منه لما بدأ يفتش تاني في الماضي وبدأ يفتكر حاجات هو ما كانش فاكرها فبدأ يغير الحكم اللي كان بيحكمه على الأب يعني تذكر أنه هو لما الأب مات مثلا وهو كان متخارن الأب يعني علاقته به علاقة أزمة يعني فلما دخل البيت بعد سنين طويلة من الهجران يعني فاكتشف أن الأب كان بيشتري له كل الروايات بتاعته وكل الطبعات بتاعته وكان قاري كل يعني لقى تعليقات وهوامش على كل الطبعات فاكتشف قد إيه أن الأب لقى كان عنده مشاعر بس هو كان غير قادر على التعبير عنه دول كانوا أهم بشخصيتين في الرواية لكن الجزء الأهم كمان بقى مش في الشخصيات دي هو الجزء الأهم في أنه هو كان قريب من الأوساط الثقافية ومن الأوساط السياسية في بعض الأحيان لكن هو كشخص كبني آدم هو ما نشغلش قوي بكل الأحداث السياسية اللي عدت عليه لدرجة أنه في أول الرواية بيفتكر أنه هو كان بيزور طبيب وسامع مظاهرات في الشارع هو ما كانش قادر يحدد المظاهرات دي هل هي كانت بتندد بالاحتلال البريطاني ولا كانت بالطالب بالحرب بعد سبعة وستين ولا كمان في صورة 19 يعني هو كان التذكره كله أنه فيه كان فيه مظاهرة لكن إن شغاله الأكبر وده كانت محفور في ذاكرته الطبيب كان شكله إيه وتعامله معه إيه والممرضة اللي أسنت عليه وقالت له أن أنا قريت لك الرواية الأولى بتاعته فاهتمام الشخص بحياته الشخصية رغم أنه هو ممكن يكون عاصر أحداث كتير سياسية وتاريخية لكن هو في الآخر كل ما يمسه هو كشخص هو الأهم وهو ده اللي بيبقى في حياتنا يعني حتى أكبر الزعماء السياسيين هم عندهم حياة شخصية إحنا كتير ما بناخدش بالنا من الحكاية دي نتعمل دائما مع الفنانين كأنه مثلا الفنان ما عندهش حاجة تانية خالص بيعملها غير أنه هو فنان لكن في الحقيقة أنه كل الناس مهما كانت هم مجالات تحركهم عندهم حياتهم الإنسانية والجانب الإنساني وهو جالب يأثر عليهم أكتر من أي تفاصيل تاني أكيد